استاد منافع انت اليوم اعلامي شاهدتك بكثير من المرات انه تتواجد في البصرة وغيرها استقبال وفود اداريا اعلاميا انا اتحدثت يا استاد حسن باختصاصها اتحدث قادرين على استضافة البطولات نقدر اليوم انه كأس الخليج نستقبل تصفيات كأس الحالم غيرها من بطولات نقدر بصراحة طبعا هو سؤال دائما يتكرر خاصة على اللي عاملين بالوزارة من حيث ادارات المباريات انا ايضا اسأل سؤال نبيل لو نرجع في كم سنة لي ورا كم مباراة وكم حجث رياضي مهم نجحن بي في ظروف استثراعية يعني احنا كنا من 2015 وفعنا الشعر رفع الحضر احنا موجودين في ظروف اصعب من هذه الظروف حقيقة كانت المدينة الرياضية بها كثير من النواقص كانت البصرة فيها كثير حتى موضوع الشوارع اليوم مثل ما قال استاذ حسن اليوم تنظيم المباراة باقسام كثيرة نبيلة هذه الاقسام ليس كجهد وزارة فقط او اتحاد كرة قدم او حكومة محلية جميع الجهات والوزارة يعني احتي لك على مراحل المدينة الرياضية احنا بدنا صح من المستطيل الاخضر بحثنا عن الملعب الرئيسي بعدين تحولنا الى مرفقات الملعب وكل يوم اكو اضافة بعدين تحولنا الى اكمال انشاء المرفقات داخل المدينة الرياضية وصولا الى الفنادق الاثمانية وصولا صار شغل على الطريق الناقل وتدري هاي كلها تحت لافتة هي مواصفات الفيفة لكن من نقول بطولة الخليجية الى نكهة خاصة الخليج عندهم البطولة هاي الى همية خاصة يبحثون عن مزاج معين في البطولة يبحثون عن فنادق يعني فايف ستار واكثر يبحثون عن اسواق يبحثون عن اماكن اخرى يبحثون عن اجواء بطولة الخليج حقيقة احنا الجهود المبذولة جهود جبارة يعني حقيقة على مستوى ليش هذا التخبط هو مو تخبط ليش هذا الرفض خلينا كن واقعيين الواضح جدا الواضح جدا انه الخلايج هم ما مستعدين حاليا انه يقول لك انا اجي على مستوى هذا الموجود من التحضيرات مقنع جدا يعني احتي لك شي نبيل احنا في مباراة سعودية السعودين وصلناهم للمطار كانوا مذهورين من المباراة والجمهور يعني اليوم عندك سلاح ما موجود بأي بلد خليجي اللي هو سلاح الجمهور يعني اليوم اذا صارت البطولة بالعراق انا اضمن لك جميع مباريات البطولة هي التذاكر تكون خلصان بالمباراة وتعرف ملعب البصرة 65 الف متفرح من ناحية الامور التنظيمية الاخرى حقيقة احنا كوادر وان احد هاي الكوادر اللي احنا بالاستقبال وبالتنظيم وعملنا فيه يعني اكثر من تجاه حقيقة خلال هاي سنوات نحتاج الى تعشيق خبرات مثل ما عملت باقي الدول نبيل مثل ما اشتغلت خبرات وين استاذنا؟ تعشيق خبرات في الارتقاء بالنموذج احيانا مثلا انت تعتمد على شركات في الافتتاح بالختام شفت اليوم العالم قطر ماذا فعلت بكأس العرب ليش ما نختاجها؟ ليش ما نجيب هاي الخبرات؟ ممكن مثل ما ذكر استاذ حسن انه نحتاج لأموال وهاي الأموال ماكو؟ يعني موضوع الأموال يعني ربما اتمنى في اليوم يعني سكون استضافة لمدير عامل دارية ومالية يتحدث لك عن رؤية هي رؤية الدولة تجاه قطاع رياضة بس استاذ ترى من الريد المدرب نبطي ثلاثة مليار واثنين مليار واربعة مليار صح؟ بس من قريد انا اسوي لي منشأ افتخر بي وهذا يبقى عشر سنين وخمص طاعة سنة حتى ما اجي اسوي لصيانه هذا ما يتحملها تارى الدولة يتحملها من يقود اليوم عندك مشكلة اليوم المنشأ الرياضي اليوم هو هل هو بناء المستطيل الأخضر والمدرجات اليوم احنا بنينا ملعب الحبيبية هي عملية الإدامة عملية الارتقاء بهذا المنشأ عملية ادارة الاحترافية عملية التسويق التنظيم يبدأ من ارسال الدعوات نبيل التنظيم يبدأ من استقبال الوفود بالمطارات التنظيم يبدأ من اصدار التأشيرات الدخول من تسهيلات كبيرة جدا من السكن بالفنادق من مرافقة الوفود اثناء خروجهم الكثير من الاشياء طبعا احنا قلت لك على مراحل حققناها بشكل عالي جدا اثبتنا نجاحنا في اكثر مباراة احنا نأمل طبعا انه نتطور اكثر نقل التلفزيوني احنا نتكلم به اضافة بحاجة الى ارتقاء موضوع الفار مهم جدا الفار اتحدثت قبل حلقة مع الاستاذ نجاح رحل يقول وضعنا خطة وشركة رح تجي ممكن الموسم القادم اكو فار ملاعبنا جاهزة للفار احنا من نطلب شي غير اكو شي جاهز يا استاذ طبعا انت تحكي عنه مثلا احنا نقول مشروع الفار هو يحتاج تخصيص من الدولة يعني ها هو نقطة رقم واحد طبعا اعتقد خصصت الدولة خصصت وتواجد الفار مع وجود التخصيص المالي تتكلم عن تدريبات مع الاجهزة تتكلم عن تدريب الكوادر انا اليوم نبيل ممكن تتحدثنا قبل برنامج حقيقة ما نحتاجه هو اشبه بالعزلة صارت بالعراق يعني اليوم مثلا تقول شنو سبب تطور قطر اعتمدت على تجارب وقصص نجاح تجي على الدوري السعودي تجي على الامارات على التركية نفسها احنا هذا الخلل اللي كان انه ملاعبنا قبل كم سنة كان عندنا ضعف بهذا الموضوع الملاعب بعد الحملة اللي صارت من انشاء الملاعب واليوم اكثر المحافظات مثل ما قال استاذ حسين هي بيها ملاعب عسى على مختلف عدد الجمهور هاي مو مشكلة اليوم انا اقول لو اصحاب القرار اللي ركزون على الارتقاء بالجهد البشري التحول من العمل العادي من العمل الروتيني الى العمل الاحترافي الادارة الاحترافية بس ترى العمل الاداري يحتاج لدورات انا ما اتكلم بس عن العمل الاداري احيانا نستهين بالجهد البشري المفذول بالمهني يعني مثلا انت اليوم احنا نجحنا في ادامة الملاعب اليوم عندنا العشب يعني في بعض الملاعب نفتخر بيه حقيقتهم وهذه مسؤولة عنها دائرة الاقالية شو المحافظات صار اكتا مرس بها القضية الاندية نفسها نبيل لو نحسب عدد الاندية نتكلم عن ادارات الاندية طبعا كان في بداية تسنم الكابتن عندنا ندرجال للوزارة تكلمت معاه في حديث صريح عن الموضوع انه اعداد القادع مع احد اعداد القادع كان جدا متحمس لعادة هذا المؤسسة انه اليوم احنا اي رئيس وفد اي رئيس ناجي اي عضو اتحاد مركز اي كذا هل هو يمتلك المواصفة اللي احنا نتكلم عنها القدرة في التخطيط والادارة والتنظيم القدرة في ادارة العلاقات الخارجية انشاء منظومة مؤسسية حتى موضوع البروتوكولات والاتيكيت حتى ابسط شيء موضوع اللبس موضوع التحرك هاي ما عندنا اليوم هاي عندنا ضعف كبير جدا بيها وهذا يؤثر جدا واحنا كاعلاميين تدري احنا عندنا نظام في رابطة اعلام الرياض المري انه مرافقة الوفود والتوثيق الاحداث وعمل ارشيف هذا بس كلام بس تطبيق ما احنا عندنا ضعف ايضا بهاي القضية ما تحققت لانه مدى تاخذ مساحتها رغم انه اليوم نقاب الصحفين تسعى الى انه هذا الكيان انه ياخذ مجاله لكن للأسف يعني اكو كثير امور لكن لو نتكلم عن هاي النقطة بالذات مخرجات العملية الرياضية تبدأ من التطوير والتنمية الشاملة للأفراد نبيل اليوم انت سويت منشأة من يدير هذه المنشأة نوعية الفرد بهذه المنشأة هذا الفرد هل عنده رؤية ستراتيجية هل عنده تقطيع ستراتيجية هل يعرف باشر شا يصير لسبوع الجايز جايز احنا مرات نتفاجع انه اكو حدث بعد فترة قريبة ويبدي نركض الليل في نهار على مود لانه كل طبعا انا ده احتي مو وزارة ده احتي كل الوزارات تمام يعني على مستوى المحافظين احنا نكون خلية عمل واحدة تمام فنبدأ احنا نحاول نسد الثقرات لكن ما تقول لي اكو جهود واكو سعي اكو جهود وسعي جدا كبير كبير لكن العمل المؤسسي غير العمل المؤسسي توزيع واجبات قبل ايام واش مو نتحملها صاحب العمل المؤسسي استاذ مناف انا احتي لك كل صراحة العمل المؤسسي هو نظام مجتمع منظومة دولة يتوزع على الافراد اليوم تخطط باشر تنفذ ما يصير باشر تخطط وتنفذ وهذا دنعاني مننا حقيقة يعني ما عندنا تخطيط لا التخطيط كافراد موجود كمؤسسات بعيد ما ينجح تمام